ونتائج الحدث المهم واللي أكيد أخذ كل اهتمام العالم في البطولة وكان المشهد الرئيسي أكيد كانت الإصابة اللي يمكن خلعت قلوبنا كلنا قلوب كل محبين الكورة في العالم للنجمة دنمارك كريسون أريكسون والقصيب بأزمة قلبية في الديئة 43 من مباراة دنمارك وفنلندا يعني وكانت ممكن خلاص تني حياته لولا تدخل الطبي السريع تطورت بقى حالة أريكسون وفي تطورات كتيرة جدا في حالته وكيل أعمال كريسون أريكسون لعب المنتخب الدنماركي النهاردة أكد أن اللعب يمكن يكون محتاج أنه يفضل في المستشفى ليومين تانين لكن هو بيتعافى وبشكل كويس جدا وكمان قال في تصريحات لصحيفة جزاة دالا سبورت بعد زيارة اللعب أن أريكسون بيهزر وبيمزح وبيتمتع بحالة مزاجية كويسة جدا وأنه هو كويس جدا وكل حاجة تمام وقال كمان أن الكل عنده رغبة أن يعرف إيه اللي حصل حتى اللعب نفسه عايز يعرف إيه اللي حصل وهو كمان كوكيل أعماله عايز يعرف إيه اللي حصل الأطباء بيعملوا الكثير من الوحوصات في الوقت الحالي وده أكيد بيستغرق وقت كبير عشان يعرفوا إيه اللي حصل للعب بالضبط